مع السمرار الصمت الأممي والتخاذل الحكومي تجاه معاناة النازحين تمضي ميليشيا الحوث الإرهابية في تهجير المدنيين من مناطقهم في الحديدة وتهديد خضوط الملاحة الدولية حيث أبلاغت مؤخراً سكان قريتين شمال محافظة الحديدة بمغادرة منازلهم وقراهم لتزيد من معاناتهم الحاصلة أصلاً بفعل الحرب التي أشعلتها في المناطق الساحلية الميليشيا الحوثية أمهلت الأهالي ثلاثون يوماً لإخلاء مناطقهم حيث ظالبت نحو مائة وخمسة وسبعين أسرة تقضن قريتي دير عفيف شرق محطة رأس كثيب بجانب مائة وأربعين أسرة في قرية الزوضية على بعد أربعة كيلو مترات شمال محطة رأس كثيب وتحيد ميليشيا الحوثي قرى ساحل الحديدة شمالاً بإجراءات أمنية مشددة من بينها جمع بيانات الزوار والسائقين وعدم السماح بالعبور إلا ببلاغات لعناصرها إضافة إلى منع آلاف الصيادين من مزاولة أعمالهم في هذا الشريد الساحلي بعد أن أصبح محاصراً بحقول الألغام البحرية والبرية التي زرعتها الميليشيا في كل مكان وصلت إليه واستغلت الميليشيا الحوثية اتفاق ستوكولم في جعل المناطق الساحلية شمالية الحديدة حزاماً آمناً من العمليات العسكرية للقوات المشتركة وتحويل مناطقها إلى مراكز لاستقبال السلاح ومعدات الورش الإيرانية المهربة التي يشرف عليها خبراء من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني وتضم معامل تركيب وتفخيخ ضائرات مسيرة وقوارب ومنصات إطلاق صواريخ وتجهيز للألغام البحرية وتستخدم إيران ميليشيا الحوثي في زعزعة استقرار المنطقة العربية المحيطة بالبحر الأحمر وبحر العرب وتهديد الملاحة والتجارة الدولية حيث كانت قد أجرت تجربة للألغام البحرية إيرانية الصنع في مايو 2019 بحضور قيادات حوثية كبيرة